هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يوم جيب قراءة عاطفية لبرج الجوزع رح حاول احكي فيه عن الوضاع العاطفية لك من مشاعر حبيب نوية مستقبل العلاقة بينكم وكذلك رح حاول احكي عن العذاب عذاب برج الجوزع رح حاول تشوف اذا في شخص جديد بحيه تكون او لا وهذا قراءة تنفعل البرج الشمسي قمر يطالع وكذلك فيه امكانية ان تكون قراءة عكسية بداية يا برج الجوزع عمشوفك عم تعيش مع شخص او بتحبه لشخص ممكن يكون شرمية تباعك عمشوفه لهذا الشخص شخص جد شخص عملي جدا وشخص كذلك مادية حلوة ممكن بالوقت الراهن ممكن عندكم مشاكل عمشوفكن ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض في انفصال وكذلك عمشوف في طاقة مراقبة يعني انت بتراقبه لهذا الشخص والشخص الاخر كذلك يراقبك من بعيد عمشوف في خسارة في ضاية على هذه العلاقة كأنه هذه العلاقة علاقة حب وعلاقة طوام شعلي كتير قوية وممكن حاليا في انفصال كبدا كبدا هي عمشوف انه بيقلك انه بيقلك انه لازم تحافظ على انه ضل منفتح الفكر لانه بيقلك انه صلمة طبعك او طوام الشعلي لقلك مختلف جدا عنك ممكن يكون هو فكريا مختلف عنك مختلف عنك حتى اجتماعيا ممكن يكون هو من بلد وانت من بلد اخر لها هيك بيقلك لازم تكون منفتح الفكر عشان تتقبل كل هاد الاختلاف بينك وبين هاد الشريك اوكي عمشوف الشريك كذلك كطاقة فهو شخص حاليا محب بيحبك لها لك يا برج الجوزاء واقع بغير عمك بس هادا الانسان حاليا انتويه متخاصمي عندكن في اشياء عم تخليكن ما تتفقوا ممكن هادا الاختلاف الكتير بينك وبينه هو سبب الخصام عمشوفه حاليا مبتعد ممكن سبب الابتعاد انه هو ببلد وانت ببلد اخر وممكن سبب الابتعاد هو هادا الخصام اللي بينك وبينه عمشوف كذلك انه هادا الانسان عميشك انه في خيانة من طرفك يا برج الجوزاء وعمشوفه كأنه في مرأة هذه المرأة عم تقله كلام عنك على انه انت مش جيد على انه انت شخص لعوب على انه انت عندك علاقات عابرة وكل هادا الخصامات ممكن تأتي من هذه المرأة او ممكن يكون رجل عم يقله هذا الحكي كذلك عمشوف على انه هذا الانسان قبل كان عمينوي انه تكون انه تكون انت زوجه انه تكون انت الانسان اللي بده يكمل معه حياته بس هذه المشاكل اللي هي تتعلق بامرأة والشك والغيرة على انه ممكن تكون بتخونه هي اسباب خلت هذه العلاقة حاليا بهذا الوضع او مفترقين او عندكن مشاكل حاليا اوكي عمشوف مشاعرك تجاه هذا الانسان كذلك انت بتحبه لهذا الشخص بس عمشوفه كتير تعميل لانه في خسارة خسرته لهذا الشخص وكذلك عمشوف في خسارة الاستقرار كأنه هذا الانسان كان عم يوعدك بالزواج حسيت انه هذا الزواج انتهى وهذه العلاقة انتهيت خلاص عندك امل انه هذا العلاقة ترجع عندك امل انه الامور ستتسوى وستصير الى احسن ان شاء الله عندك كذلك عمشوف مشاعر الحبيب تجاهك عمشوف الحبيب عنده كتير كذا شيء يعني ما ليه لوقته او عنده كذا امور تشغله بهذه الفترة عمشوفه يهتم للعمل يهتم لعدة اشياء عمشوفه لهذا الشخص دائما يشتغل عنده حب للشغل عنده حب للنجاح بس عنده عنده ضبابية عليك يعني اوكي عمشوفك على انه ممكن منه شايفك صح كأنه عنده افكار هيك ممكن هذا المراعه اللي عطيته هاد الافكار السلبية عنك وكمان فيه اشياء عمشك فيها عنده كتير افكار تجول ببيله منه سلبية وكذلك ايجابية هذا الانسان بحبك فيه مشاعر كتير قويه لالك بس فيه اشخاص ما بدتون هذه العلاقه انه تكون جيدة اما الاشياء اللي عمشوفه انا ما بتحب انت فيه ممكن كانت العلاقه السمن على عسل وكانت العلاقه سيرورته جيدة جدا وبفرد مرة انتهت هذه العلاقه وصار فيه خصامات وصار فيه مشاكل وصار فيه كتير اشياء ما فهمت انت ممكن هاد الانسان دخل على حياتكن اللي هي مرأة او رجل انا لا احدد الجنس بس هو ممكن يكون رجل امرأة دخلت لحياتكنه عكرة صفوة هذه العلاقه كذلك عمشوف عمشوفها لانه فيه امكانية انه تكون صلحة او او هاد الشخص يرى الحقيقه جيدا عمشوف كذلك حتى الاشياء الايجابيه اللي عم تحبه انت فيه انت بتحب فيه على انه متعلق فيك بشدة انه بيحبك وبيغار عليك بنسبة كبيرة هذا الانسان عمشوفه غيور عمشوفه بحبك بشدة حتى انه ما بيعرف كيف يحبك من غير ما يشك فيك وبيحبك من غير ما يتعلق فيك من الاشخاص ممكن اللي ازا حبه بحبه يمتلكوا الشخص اوكي اما الاشياء اللي هو ما بيحبه فيك ممكن ما بيحب فيك على انه انت بتعامله بالند انت من الاشخاص اللي مثلا ازا قللك انه ما تعمل هاد الشغلة بتعامله بالند وفيه عند كتير قوي بهذه العلاقه ممكن عمشوف على انه هو بيحب انه يعني تسمع على قراراته تسمع على اوامره بس انت ممكن ما بتسمع على اوامره وهدي الاشياء ما بيحبه كذلك حتى بالاشياء اللي بيحبه هو فيك عمشوفه عمشوفك على انه انت الشخص المثالي يعني يكون اسره معك بحب انه يكون معك بالعيلة بدي يكون معك انه يكون انت زوجه وبدو هاد الشغلة بس ممكن فيه اشخاص تدخلوا لتعكير صفو هاده العلاقه كبيدية عمشوف كذلك ابراج متل برج السرطان عمشوف برج الجوزاء عمشوف برج الحوت وبرج الجده حتى برج الدلو عمشوفه بهذه القراءه اما بالنسبة لا نوايا لهذا الشخص عم ينوي انه ترجعوا لبعض انه تكون فيه علاقة وقام انه فيه اسرة تجمعكم مع بعض بدو هذه الحيه تعيشها معك بدو يقول فيه بدو حيه طبيعيه بدو حنان لهذا الشخص اما انت عمشوفك تنوي او تريد ان يحكي معك هذا الانسان عم تنتظر كل ليلة او كل يوم انه يبعث لك ميسيج انه يحكي معك انه يصلح الامور بينتكن اما بالنسبة لمستقبل العلاقه يقول الى شيء من الخير عمشوف اذا كانت فيه مشاكل بينكن عمشوف الامور رح تنعدل الامور رح تكون جيدة عمشوف كذلك فيه في صلحة ممكن فيه شخص رح يكون كوسيط خير عليكن ورح رح يعني رح يتوسط لتنعدل العلاقه ممكن يكون برج ناري او من برج طرابة هذا الشخص يكون رسول خير عليكن انتو الاثنين اوكي عمشوف كذلك على انه لازمها هذه العلاقه اشتغالة كتير عالي لازم انه تشيلوا منك كل هاد الغيرة والشك كل الاشياء السلبية اذا كان فيه اشخاص ثامنين حواليكن حاولوا تشيلون كذلك وعمشوف ممكن للحبيبة او لالك انه الوضع العملية شغله بنسبة كبيرة عن العلاقه كذلك اما بالنسبة للعذاب ممكن فيه شخاص رح يتقدم لهم يريد الزواج منهم اوكي ممكن حدا من ابراج طرابية حدا عنده شغل جيد وحدا بهمه النجاح المادي بنسبة كبيرة ممكن يكون شخص كبير شوي بالسن وعمشوفوا لهذا الانسان نجاح ماديا وكذلك يحتاج الى العطف يحتاج الى الحنان وعمشوفوا شخص بده يملى بيته يعني بده يعمر بيته هذا الشخص ممكن تتلقى رسالة من هذا الانسان وممكن هذا الانسان يكون بعيد عنك بعيد بالوطن بعيد عنك حتى جيغرافيا وبده يقدم لك كاس الحب ويقل لك انه انا بدي ايك على سنة الله ورسوله بيحبك لهذا الشخص او ممكن وعجب بشوفوا انا ما عجب اكتر من محب يعني هنيقل لكم يا برج الجوزاء على هذا الشخص الجميل جدا وشكرا اللي حس نستمع كله اليه وكتير بتلقى رسائل حلوة من كل الابراج وبتقولي انه بتحبوني وبتحبوا طريقة كلامي بحبكم كذلك والله يحرمني منكن والله العظيم عندي فرح لما بشوف الكمن تبعكن بكون سعيد جدا بشكركم كتير وبتمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكري بقناتي وشكرا اللي حس نستمع اشتركوا في القناة